بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات مستوى السادس ابتدائي السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في درس جديد من دروس الرياضيات تحت عنوان التوازي والتعامد سنتعرف من خلال هذا الدرس على إنشاء المستقيمات المتوازية والمستقيمات المتعامدة وسنتعرف أيضا على سنتحقق من استقامية نقط أو توازي مستقيميني أو أكثر أو تعامد مستقيميني أو أكثر باستعمال الأذوات الهندسية المناسبة وسنتعرف أيضا على توظيف خاصية التوازي والتعامد وأفتح قوسا وأقول بأن هذا الدرس من دروس أهمية بمكان لأنها تستعمل في جميع مجالات الحياة يعني في المجال الصناعي في المجال الفلاحي في مجال الهندسة المدنية مثلا في إنشاء الطرقات في إنشاء العمارات في إنشاء البنيات التحتية إذن وأيضا في المجال التعليمي سنحتاج هذا الدرس وأهميته تكمون في كوننا سنحتاجها للاستدلال والبرهنة خاصة في الأشكال الهندسية إذن سنتعرف على المستقيم ما يحدده تسميته ورمزه انطلاقا من الشكل الثاني أحسب كم من خط يمكن أن يمر من نقطتين مختلفتين A و B إذن عندنا النقطة A و B سنتعرف على عدد الخطوط التي يمكن أن نرسمها لاحظوا الخط الأول ثم يمكن أن نرسم خطا ثانيا ثم يمكن أن نرسم أيضا خطا ثالثا يمكن أيضا أن نرسم خطا رابعا إذن يمكننا إنشاء ما شئنا من الخطوط التي تمر من نقطتين A و B يعني واحد العدد ما لا نهاية له من النقط من الخطوط ولا لاحظوا هذه الخطوط فإنها خطوط ليست مستقيمة ما بل هي خطوط منحنية ومنكة ومنكسرة إذن لاحظوا هنا هنا عندنا نقطتين على المستوى A و B كم من خط مستقيم يمكن أن يمر من نقطتين مختلفتين A و B لاحظوا جيدا عندنا خط مستقيم و واحد يمكننا إنشاء خط مستقيم واحد ووحيد يمر من النقطتين A و B إذن لاحظوا في هذه النقطتين الخط المستقيم إذن هو خط ليس فيه انحناء ولا انكسار وهو غير محدود من الجهتين كما عشرنا إذن المستقيم الذي يمر من نقطتين A و B نرمز له ب A و B بين قوسين أو العكس B و A ويمكن أن نرمز له أيضا بحرف واحد مثل D أو E أو F لاحظوا جيدا كم من جزء يمكن أن أو هذا المستقيم D وضعنا نقطة على هذا المستقيم D وهي A كم من جزءين تحدد النقطة A على المستقيم D إذن لاحظنا هنا في الشكل عندنا جزء جزءين إذن هذه النقطة جزءت المستقيم إلى جزءين منفصلين جزء أشرنا إليه باللون الأحمر والجزء الثاني أشرنا إليه باللون الأزرق إذن النقطة تقسم المستقيم D إلى نصفين يسمى كل منهما نصف المستقيم ويكون محدودا من جهة وغير محدود من الجهة الأخرى إذن النصف المستقيم الأحمر على اليمين كما سبقت الإشارة وهو محدود من نقطة A من جهة اليسار إذن والنصف المستقيم الأزرق على اليسار وهو محدود من نقطة A من جهة اليمين لاحظوا جيدا هنا هذا المستقيم D ووضعنا عليه النقطة A وB إذن النقطة A وB تنتمياني إلى المستقيم D بماذا نرمز إلى نصف المستقيم المار من B انطلاقا من A إذن هذا نصف المستقيم A B الذي رمزنا إليه باللون الأحمر نصف المستقيم الذي يمر من نقطة B انطلاقا من نقطة A نرمز لهو بالرمز A B وهذا للرحط بين عندنا معقوفة A B بين معقوفة وقوس القوس المحادي لB يدل على عدم محدودية الخط من جهة B يعني يمكنه أن نمدد هذا المستقيم إلى ما لا نهاية له والمعقوفة المحادي لA تدل على محدودية النقطة من جهة A يعني را محدودة لاحظوا جيدا نرسوم المستقيم مستقيم D و A و B نقطتان تنتميان إلى هذا المستقيم بماذا نسمي الجزء المحدود بين A و B يعني هذا الجزء الذي أشرى إليه باللون الأحمر إذن هذا الجزء يسمى قطعة ونرمز له بـ A بـ A ونرمز له بـ A بين معقوفتين نسمي المستقيم A B لنا عندنا هنا مستقيم A B وبداخله هذه القطعة A B إذن هذه القطعة المستقيم A B يسمى حاملاً للقطعة A B إذن نلاحظ هنا على الشاشة مجموعة مجموعة نقط A B C D E إذن ما هي النقطة التي تنتمي إلى المستقيم G نلاحظ أن هذه النقطة هي A B و C إذن النقطة التي تنتمي إلى المستقيم G هي النقطة التي يمر منها وهي A وB وC إذن نقطة A وB وC هي نقطة نقول أنها نقطة مستقيم Y النقطة لاحظوا جيداً عندنا نقطتان خارج المستقيم لا تنتمي إلى المستقيم G وهي النقطة D وE إذن نقطة A وB وD غير مستقيمية لأنها لا تنتمي إلى نفس المستقيم ويمكن أن نقول نفس الأمر بالنسبة للنقطة E نقول أن النقطة A وB وE هي نقطة غير مستقيمية لأنها لا تنتمي إلى نفس المستقيم إذن نقول إن ثلاث نقطة أو أكثر مستقيمية إذا كانت كلها تنتمي إلى نفس المستقيم يعني ثلاث نقطة أو أربعة أو خمسة إذا كانت كلها تنتمي إلى نفس المستقيم فإنها تسمى نقطة مستقيمية إذن سننتقل إلى التعرف على أوضاع مستقيمين في مستوى المستقيمين كما تلاحظون هنا المستقيمين الأخضران متقاطعان في نقطة A بمعنى أن النقطة A هي النقطة المشتركة بين المستقيمين الأخضرين النقطة A هي النقطة الوحيدة المشتركة بين المستقيمين ثم لاحظوا هنا رسمنا مستقيم بالأحمر ثم رسمنا مستقيماً آخر إذن هذه المستقيمين كما تلاحظون إنهما مستقيمان يمكن أن نقول عنهما متوازيان ولا يتقاطعان إنهما لا يتقاطعان إذن قد نتقل إلى 11 تمهدي أو تجريبي إذن مثلت سلماء الشبكة الطرقية لحيها السكني كما في الشكل التالي انظر الشكل هنا هذه المجموعة للمستقيمات فإنها ترمز إلى الشوارع بالحي السكني لسلمة عوض أنها تسمي الشوارع بأسمائها الحقيقية مثلاً شارع الزرقتوني شارع محمد السادس شارع المقاومة فإنها أشارت إلى هذه الشوارع برموز يعني عندنا الشارع A وعندنا الشارع B وعندنا الشارع C وعندنا الشارع D والشارع E والشارع F إذن سنحاول أن نحدد الشوارع المتوازية إذن تبعوا جيداً عندنا هاد الشارعين المتوازيين فكل شارعين المتوازيين أشرنا إليهما بنفس اللون نلاحظ على أن الشارع B والشارع D شارعان متوازيان لأنهما لا يتقاطعان ولا يلتقيان ثم الشارع A مع الشارع C إذن هذا الشوارع أيضاً متوازية ثم ننتقل إلى تحديد الشوارع المتعامدة نلاحظ أن الشارع A مع الشارع B متعامدان يعني يكونان زاوية قائمة لقياس درجتها تسعين درجة ونلاحظ أيضاً أن الشارع A متعامد مع الشارع B ووضعنا الرمز أيضاً ثم رأينا أيضاً نجد أن الشارع C متعامد مع الشارع B كما تلاحظون في الشكل ثم نلاحظ أيضاً أن الشارع D متعامد مع الشارع C وأيضاً وأخيراً نلاحظ أن الشارع E متعامد مع الشارع F إذن هذه هي الشوارع المتعامدة إذن كما أحدد الشارعين كما جاء في السؤال السابق أو في التعليم السابق ما هو نقطة تقاطع الشارعين A و F إذن النقطة تقاطع هنا كما تلاحظون وهي النقطة E هنا هي النقطة تقاطع الشارعين A و F إذن أنظم استنتاجاتي في أجدول إذن كما تلاحظون أن الشارع A مع الشارع B متعامد أو الرمز والشارع A مع الشارع C متوازياً والشارع B مع الشارع C متعامد وأيضاً الشارع A مع الشارع D متعامد والشارع B مع الشارع D متوازياً والشارع C مع الشارع D متعامد ثم شريع A مع E متقاطعا شريع B مع الشريع E متقاطعا شريع C مع الشريع E متقاطعا والشريع D مع الشريع E متقاطعا وأيضا الشريع A مع الشريع F متقاطعا والشريع B مع الشريع F متقاطعا الشريع C مع F متقاطعا ايضاً ثم الشريع دي مع اف متقاطعان واخيراً الشريع او مع الشريع اف هما الشريعان متعامداً. اذا خلاصات. اذا انت اللحظوا هنا في الشكل عندنا في هذا الرسم الاول عندنا المستقيم دي ثم المستقيم دي واحد والمستقيم دي اثنان. انهما مستقيمان متوازيان. انهما متوازيان. اذا المستقيم دي واحد والدي اثنان متوازيان يعني انهما غير متقاطعان. يعني لا يلتقيان. ليست لهما نقطة مش مشتركة. ونكتبه بان الدي يوازي الدي اثنان ونرمز له بهذا الرمز امامكم. ونقرأ ان الدي يوازي الدي واحد يوازي دي اثنان. او يمكن ان نقول ايضا ان الدي واحد متوازي مع دي اثنان. انتقلوا الى اه الشكل الثاني. دي واحد والدي اثنان متعامدان. يعني متقاطعان ويشكلان زاويقة قائمة. اذا المستقيمان دي واحد والدي اثنان متعامدان. يعني انهما متقاطعان ويكونان زاويقة قائمة. مش زاويقة قائمة وحدة. هنا عندنا ربعات الزاويق قائمة. وعوض فاش نوضعه زاويق قائمة وحدة. اه ربعات الزاويق نوضعه زاويق قائمة واحدة للاشارة الى تعامد الشكلين. ونكتبوه الدي واحد يعامد دي اثنان وكامر مزولو بهذا تي مقلوبة. اه? ونقرأ دي عمودي على دي اثنان. اذا هنا قد انتقلوا اعزائي الصغار الى طريقة انشاء مستقيمان متعامدان. اذا اللحظوا جيدا. انشئ المستقيم الف العمودي على المستقيم دي والمر من نقطة ا. اذا هنا عندنا جوج ديال الاشياء التي يجب ان نراعيها. اولا عندنا نرسم مستقيم متعامد. ثم يجب ان يمر من نقطة ا. تبهوا جيدا. ولاحظوا جيدا طريقة الانشاء. اذا تنخذ الكوس. الكوس لا بد من التركيز على ضلعيني اساسيين. ضلعين المتحاديين. اللذين يكوناني زاوية قائمة. لان عنده الكوس كما تلاحظون. ثلاثة ديالاضلع. ولكن الضلعان المهما هو هذا الضلع الذي نضعه نجعله متطابق مع المستقيم. والضلع الاخر يجب ان يمر من النقطة ا. ثم نخذ المسترة. كما في الشكل. وبعد ذلك نضع المسترة محادية لضلع الكوس. ثم نضع الكوسة جانبا. ثم نقوم بارسم المستقيم. ها. واخيرا يجب ان نضع علامة تعامده. كما سبقت الاشارة. فان هذه الزاوية ليست هناك زاوية قائمة واحدة. بل اربع زاوية قائمة. ولكننا نقتصر على واحدة. ونرموز لها بهذا الرمز. اذا نقول ان المستقيم اف. والمستقيم دي. مستقيمان متعامدان. ونكتب باختصار ان المستقيم دي. ها. يعامد اف. او يمكن ان نبدأ بالعكس ونقول بان اف. ها. يعامد دي. وكينا طريقة اخرى لانشاء مستقيمان متعامدان. ولكن في هذه المرة باستعمال الكوس فقط. يعني نسموه المستقيم. ها. ثم نضع ضلع. مستقيم. يجب ان انطبق على المستقيم. والضلع الاخر يجب ان يكون على النقطة. ثم نقوم برسم المستقيم. اه. الى الخط. ثم نمدد المستقيم ونحصل على مستقيمان متعامدان. وهناك ايضا طرق اخرى يمكن ان نستعمل البركار في انشاء مستقيمان متعامدان. كما يمكن ايضا ان نستعمل المنقلة تسعين درجة لانشاء هذا المستقيمان المتعامدان. اذا من نقطة خارج مستقيم يمر مستقيم واحد عمودي على هذا المستقيم. يعني اننا عندما رسمنا المستقيم العمودي على ا والمار من نقطة ا فلا يمكن ان يمر الا مستقيم واحد. ووحيد لا يمكن ان نرسم مستقيمين اه او اكثر. اذا مستقيم واحد. اذا سننتقل الى التعرف على مهارة جديدة. وهي طريقة انشاء مستقيم موازي لمستقيم اخر. اذا لاحظوا كما تلاحظون المستقيم دي. رسمنا المستقيم دي. ثم كما تعلمون يجب استعمال دائما الادوات الهندسية المناسبة اللي هي الكوس والمستارة. ثم نقوم بعملية ازاحة لهذا الكوس الى ان نصل الى النقطة. ثم بعد ذلك نقوم بارسم المستقيم الذي يمر من النقطة. ونقول ان المستقيم ا يمر من نقطة ا ويوازي دي. ونكتب باختصار الدي يوازي ا و ا او ا يوازي دي. اذا من نقطة خارج مستقيم يمر مستقيم واحد يوازي. يعني عندنا المستقيم ا وعدنا مستقيم اخر وهو مستقيم يمر من نقطة ا. اذا سننتقل الى انجاز تمرين لاستثمار وتطبيق ما سبق التطرق اليه سلفا. ومن خلال هذا الشكل اللي كتلاحظوا جانبه. اللي هو عبارة عن مستقيمات. اذا باستعمال الادوات الهندسية اللازمة او المناسبة حدد في الشكل. هذا الشكل نحدد المستقيمات المتعامدة ونحدد المستقيمات المتوازية. ثم نحاول ان نبحث عن ثلاث نقطة مستقيمية. واخيرا نحدد طبيعة الشكل او اف جي اش. اعزائي التلاميذ لقد قمت بنقل الشكل السابق على هذه الصبورة السوداء. حتى نتمكن من البحث عن المستقيمات المتوازية ومستقيمات المتعامدة بشكل طبيقي. اذا من خلال العين يمكن ان يتتبين لنا المستقيمات المتعامدة. ومثلا الاحظ بعيني المجردة على ان المستقيم دي خمسة يتعامد او متعامد مع دي اربعة في النقطة ك. وبذلك العين المجردة لا تكفي بل يجب ان استعمل الادوات الهندسية المناسبة وخاصة الكوس. اذا الكوس كما سبقت الاشارة لا يتضع له ضلعان. الضلع الاسفل ثم الضلع هذا الضلع الثاني. والزاوية قائمة. اذا اقوم بوضع اه او بتثبيت هذا الضلع. حتى ينطبق على المستقيم. ثم اقوم بعملية ازاحته بهذا الشكل. لاحظوا جيدا. اقوم بالازاحة دائما مع الحفاظ على انطباق الضلع مع هذا المستقيم. الى ان يتبين الى ان نصل الى المستقيم دي سنك. اذا كما تلاحظون فانه يكون زاوية قائمة. اذا هذان مستقيمان متعمدان. ويكون زاوية قائمة لقياس ديلها تسعون درجة. ثم انتقل لاتأكد من تعامل المستقيم دي خمسة مع دي اتنان. اذا اقوم بنفس العملية دائما. اضع الكوس فوق المستقيم. ثم اقوم بعملية الازاحة نحو اليسار الى ان اصل الى المستقيم دي خمسة. ها لاحظوا جيدا. اذا المستقيم دي خمسة ودي اتنان مستقيمان متعامدا. اذا ثم اضعوا علامات تعامل. اذا ثم ابحثوا عن مستقيمات متعامدة اخرى. ربما اشكوا في ان هذا المستقيم مثلا المستقيم دي اربعة متعامد مع المستقيم مستقيم دي ثلاثة من خلال رضي الله. ولكن يجب التحقق. اذا اقوم بهذه العملية. لاحظوا جيدا. ها مستقيم ثم ازحه. اذا هل هادا المستقيمان دي ستا مع دي اربعة مستقيمان متعامدا. الجواب سيكون بطبيعة الحال لا. لانك انفرغ. الى كان غادي يكون مستقيمان متعامدا. يجب ان يمر هذا المستقيم من هنا. اذا بما انه بما انه لم يمر من هنا لم يكون زاوية قائمة. فانهما مستقيمان ليس بمستقيمان متعامدا. انفهوم. اذا كان السؤال الثاني هو تحديد مستقيمان متوازيا. وكان عرفوا المستقيمان المتوازيان هم المستقيمان اللذان لا يتقاطعان. يعني لا يلتقيان ابدا. اذا انت اللحظوا على ان المستقيم دي ستة ثم المستقيم دي واحد. من خلال العين يتبين ان هادان المستقيمان متوازيا. ولكن يجب ان نتحقق باستعمال الادوات الهندسية المناسبة. اول اداة استعملها هي الكوس. اضعه هكذا. يكون زاوية قائمة. ثم اقوم بوضع المستراء بمحادات هاد بمحادات الكوس. ثم اقوم بعملية الازاحة الى ان اصل الى المستقيم دي. الاحظوا عملية الازاحة. ها هي الازاحة الى ان. اذا كما ستلاحظوا فانهم يكون زاوية قائمة مع مع دي. اقول بان المستقيم دي ستة والدي واحد هما مستقيمان متوازيا. ثم اتحقق من توازي المستقيم دي اثنان والمستقيم دي اربعة. اذا اول عملية كما سبقت الاشارة الى ذلك استعملوا الكوس. لاحظوا جيدا. ها هو كون زاوية قائمة. ثم اخذوا المستراء. ثم اقوم بعملية الازاحة الى الكوس. الى ان اصل الى المستقيم دي اربعة. وانظر هل سيكون معه زاوية قائمة. اذا انه انه يكون زاوية قائمة. اذا المستقيم دي اثنان والدي اربعة مستقيمان متوازيا. ثم بعد ذلك انتقلوا الى تحديد استقامية ثلاث نقاط مستقيمة في هذا الشكل. كما تلاحظون اخذوا المستراء ثم انظر. هنا نقطتان. هنا نقطتان. هنا ثلاث نقاط. اذا النقاط ا واش وكا هي نقاط مستقيمية لانها تنتمي الى نفس المستقيم دي اربعة. ثم بعد ذلك كان السؤال الاخير وهو طبيعة الشكل اف جي اش. اذا كما سبق انبينا ان المستقيم دي سيتا متوازي مع دي واحد. وبما ان القطعة اف تنتمي الى المستقيم دي سيتا. اذا هذه القطعة اف تنتمي الى دي سيتا. اف تنتمي الى دي سيتا. اذا واش جي تنتمي الى المستقيم دي واحد. اذا فانهما متوازي متوازيا. اش جي. ثم بعد ذلك ننتقل الى المستقيم دي اربعة والمستقيم دي اثنان. نلاحظ على ان المستقيم دي اربعة كما بينا سليفا. متوازي مع دي اثنان. و او او اش نقطتان تنتمي الى الدي اربعة. و اف جي تنتمي الى دي اثنان. فانهما متوازية. اذا إذن مكتب دي أربعة يوازي دي إثنان وبمعنى أه تنتمي إلى دي أربعة أه تنتمي إلى دي أربعة وف جي تنتمي إلى دي إثنان فجي فإنهما متوازيا إذن ف هذا الشكل أف جي أش له كل ضلعان متقابلان متوازيا الضلع أف جي وضلع أش متوازيا والضلع أف الذي يقابله الضلع أش جي متوازيا فإن طبيعة الشكل هو متوازي أضلع وبهذا نصل إلى نهاية الحصة شكرا على تتبعكم وإلى حصة قادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة